افتتح منتدى الإغاثة والبناء خزانا برجيا في مخيم القوز بمحافظة مأرب بحضور وكيل محافظة مأرب دكتور عبدالله الباكري ومدير هيئة المياه الريف الدكتور علي هذال ومنسق كليستر المياه في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب عرفات الصباري بتمويل من منظمة كير العالمية ضمن مشاريع المياه والإصحاح البيئيات هذا المشروع للمساهمة في تغطية احتياجات النازحين وتأمين المياه النظيفة والصالحة للاستخدام وخطوة في تحقيق هداف التنمية المستدامة وشمل المشروع خزان برجيا سعة خمسين متر مكعب وخط الضخ من البئر إلى الخزان بطول أربعمائة متر وكذا خطوط إسالة من الخزان إلى نقاط المخيم وكذلك النقاط توزيع جديدة عدد 26 نقطة من أجل الوصول لأكبر عدد من الأسر النازحة وفي التتشين ثمن وكيل محافظة مأرب دكتور عبدالله الباكري ثمن جهود منتدى لغاثة والبناء منظمة كير العالمية سعيهم في إيجاد بنا تحتية تخدم النازحين والمجتمع المضيف وأكيدا أن المحافظة تفتقر إلى كثير من الخدمات من جانبها شاد مدير هيئة مياه الريفة الدكتور علي هدال بالمشروع الحيوي والهام والذي يعتبر خدمة كبيرة للنازحين في المخيم في ظل الأوضاع الصعبة والقاسية التي تعيشها الأسر النازحة في مختلف المخيمات